وصفتنا اليوم الكبسة بطريقة خرفية ونبدأ الوصفة تنجرة كبيرة اضع ملعقتين من زيت النباتي مع حبات من اللومي العماني وعود من القرفة وورق الغار وشوين بهارات الكبسة بجوهم عند العطار يكون بهارات خشنة يبار عن هاي الحب بقرنف الحب فلفل شطة بحمسهم اول شي بالزيت لمدغتين حتى تعريحتهم بعدها بضيف بصل مفرومة ناعم بحمر البصلة بضيف فلفل كمان مقطع ناعم فلفل اخضر حلو هون بضيف ابهارات مشكلة ابهارات للكبسة نص ملعقة من القرفة المطحونة نص ملعقة من الكمون وهيك بضيف الدجاج مخصول اكيد ومنشف بقلب الدجاج حتى ياخد هاي نكهات الطيبة اللي حطيناها بالاول وبعدها بضيف هون اربع حبات عصير بندورة عصرتهم بالخلات طازة مع ملعقتين من صلصة الطماطم صلصة البندورة واكيد هنضيف الملح ملعقة لملعقتين حسب الرغبة وبضيف مي مغلية وبترك هاي دقتين بعدين باشي كل الرغبة وبغطيها لمدة اربعين دقيقة حتى يسوي الدجاج هاد الرزل هستخدم رزل المزة البسمة الحبة طويلة هنقعب ميدافي لمدة ثلس ساعة هون الدجاج ما شاء الله بعد اربعين دقيقة استوى بحطه بصنية حتى تدخل الفرن وبعمل خلطه للتحميل كثير سهل بتعطي لون حلو زيتنا ذرة مع ملعقة صغيرة من البابركة المطحونة وشوي اذا عندك لون يعصفر او لون برتقال اللي بعطيها لون كثير حلو لون ملون طعامه خاص الاكل بدهن الدجاج فيها وبحطها بالفرن تتحمر من فق وبصفي مرقة الدجاج اللي حضرنا فيها وبرجع بضيف نفس البهارات لضفتها مع المرقة اللي هي عبر عن قرفة مطحونة وكمون مطحون ملعقة صغيرة من كل نوع وملعقة كبيرة من البهار الكبسة ونصف ملعقة ملها المطحون وكمان اذا بتحبي كمان مغلق من مرق الدجاج وبزيد كمان صلصة بندورة بمقدار ملعقتين وزيد ذرة نصف كوب تقريبا ربع كوب عشان رز يتفلفل وممكن اضيف كمان جزر مقطع قطع كبير وفلفل اذا بتحبي كمان بطلع كثير شكلهم حلو وطيب هون بضيف الرز المنقوع ومصفة وبترك اوشي على لا رعاية دقيقتين بعدين بهدي النار هون حعمل كشنا من البصل وزبيب على الوجه هون شوفو للرز بعد تقريبا عشين دقيقة نار هدي استوه ما احلى وهذا الدجاج باخده بحطه فوق الارز وبدخن الارز مع الدجاج الفحر مدخنة وبضيف لمساتي الحلوة اللي هي عبارة عن لازم حمار رز بيب شو ما بدك وشوفو لي هالفخام وجو وفولي هالجمال ما احكي لكم شو طيبة اتبوها الطريقة واستمتعوا بقطيب كبسة عالاصول وبتشاهي اشتركوا في القناة